السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد نهار جديد انتنا دائما يلقاكم على خير ونعجبكم جربتوا الوصفة بإذن الله ستنجح معكم وترجع عندكم من الوصفات المعتمدة في شهر رمضان بإذن الله أو في اللومجاة بكل تأكيد حضروها للعشاء خفيف كتجي الديدة بزاف على بركة الله نضعوا مع طريقة التحضير ونطول شاركوا في المقدمة وبسم الله على بركة الله في وعاء عامق غادي نضيف مئتين وخمسين ميل لتر من الحليب الدافئ غادي نضيفوا عليه ملعقة كبيرة ونصف من السكر ملعقة ونصف من السكر خميرة الخبز الفورية ملعقة كبيرة ما يعديل سبعة جرام ضرف فيه سبعة جرام من الخميرة نحاولوا أنا نندوب الخميرة مع السكر والحليب الدافئ وغادي نضيف بياد بيضة والسفار نحتفظ به باش ندهنوا الفطائر ديالنا نحتفظ بالسفار ونضيفوه رباياد البيض الدقيق غادي نضيف تقريبا 400 جرام من الدقيق حسب الامتصاص دائما وحسب حبة البيض اللي ضيفته ندمجو الحبة ديال البيض مع السوائل وغادي نضيفوه تم عندي 400 جرام غادي نضيف عيني ميزاني ما كنضيفوهش دقيق دفعة واحدة هلا دفعتين من الاحسن باش تشوفو القوام ديال العجين ميجيش تقيل معاكم بزاف ضيف تراشة من الملح حسب الدوق كترشو الملح حسب الدوق دائما غادي نبدأ نعجن ومن بعد غادي نضيف 60 جرام من الزبدة ما يعادل واحد ملعقة كبيرة مملوئة جيدا بالزبدة هنه غادي نجمع بيضية القوام ديال العجين ماشي خفيف بزاف وماشي تقيل بزاف يعني القوام ديال العجينة معتدل هنه ضيفت الزبدة من أصل حيواني ممكن نضيفوه أي زبدة عندكم توفرين عليها تكون بحرارة المطبخ من الاحسن باش ما تبطأ لكمش لاختيمار ديال العجين غادي ندخلها جيدا في العجين تتندامج الزبدة في العجينة وكما كتشوفو القوام ديال العجين ما تقيل ما خفيف هدا هو القوام ديال العجين أتحصلت عليها من بعد ما دخلت الزبدة في العجين صافيغا توقفوه للعجن ندهنو العجين ديالنا بقتارة من الزيت نغطيوها بلاستيق غدائي نحتفظو بها تختامر الوقت الكافي تيضاعف الحجم ديالها تقريبا انا خليتها اكتر من ساعة تقريبا ساعة وربع وهي كتختامر هنا الحشوة القليل من الزيت تم ثلاثة ديال البصلات متوسطين الحجم ماشي كبيرين عندي قطعت ثلاثة وفرمتهم كما كتشوفو مربعات صغيرة قطعناهم مربعات صغيرة غادي انتظروا على البصلات تقلى جيدا مع الزيت وغادي نضيف الكفتة تقريبا نضيف تلتمية جرام ديال الكفتة وكتضيفو حسب المتوفر بغايتو اضيفو حتى الكفتة ديال الدجاج اكيد كيارجع عليكم صدر الدجاج كالطحنة هو لبيبي اللي منتوفرين عليه اضيفوه ممكن تعمرها غير بالخضر حسب الرغبة وحسب المتوفر تما كانت عندي شوية الكفتة بقى محجرة خلي تحت عذابت وحليتها بالفورشيت في المقلات وانا كنضيفو التوابيل البابريكا الفلفل اسود رشا من الزعتر الملح حسب الضوق فصين من التوم حكيناهم او فص كبير كانوا صغيرين حكيت فصين من التوم رشا من البابريكا الحارة ملعقة من السوجة ممتوفرينش عليها استغنوا عليها غير اضافة فقط هنا في الحشوة كتضيفو دكشي اللي كتفضلوه انتوما ما تقيدوش بنفس الحشوة ولا بغيتو تحضرون نفس الحشوة غاديكم لديده بزاف يعني نفس الطريقة غاديكم ولا اشهر خليت البصل والكفتك يتقلو جيدا في اخر مرحلة كنضيفو كيميا اللي بقسة بها من المعدنوس صافي هذه المرحلة ديال تحضر الحشوة جاهزة الحشوة جاهزة كان وضعها في شبيكة باش الزيت اللي فيها ينزل وما يبقاش فيها نهائيا زيت دائما الحشوة وضعها في شبيكة باش الزيت اللي فيها ما يجيكمش في العجين هنا الفلفل الوان شويتهم شويهم في الفرن وغادي نحيطهم القشر ونقطعهم مربعات صغيرة من بعد ما تختمر العجينة هنا حبة الطماطم حيطها القشر قطعتها مربعات حيطنا لها الزري عالي فيها الماء والفلفل اللي شوي تعتاهية قطعتها مربعات هذي اضافة اللي ما بغاهاش يستغنى عليها كتزيد الدوامة داق في الحشوة كندمج الطماطم مع الفلفل المشوية وحيط لها القشر قطعناها مربعات كتجي لدي دفز بزف خصوصا هذي الفلفل الوان العجينة اختمرت نفرغوا منها الهواء نشكلها ثلاث كريات مش حال ما بغيتونتوما كبيرين ولا متوسطين الحجم ولا صغيرين غتعمروا داق شي اللي كتفضلونتوما وعلى حسب عدد افراد الاسرة غادي نشكلهم كريات نغطيهم خمس دقائق فقط غير يرتاحوا ونبدو نشكلوا وخبيزة ديالنا الحشوة في هذا الوقت بردت ما بقتش ساخنة بكل تأكيد ضروري انها تاخد حرارة المطبخ من بعد ما غطتهم ارتاحوا تقريبا خمس دقائق رجعت نشكل الحبة ديالي كنبسط جيدا في الجوانب والواسط كنخليه العجينة ما كنبسطوش جيدا في الواسط كنبسطو غير الجوانب جيدا هنالكيتشوب والقليل من مايونيز غادي نخلطهم وغادي نضيفهم كصلصة في وسط الحشوة اضافات كتزيد للدوامة داقل هاد الخفيزات الكفيتة ديالنا من بعد ما بردت خدات حرارة المطبخ ما بقاش فيها الزيت كما كتشوفو ناشفة كنوضعو الكمية متكتروش بزاف باش ما تحلكمش في الفرن وغادي نضيفتك الفلفلة المشوية مع الطماطم اللي زيدنا لها القش وقطعتها مربعات صغيرة وحيدنا لها الماء ضروري ونضيفو السوس ديال المايونيز والكيتشوب وممكن نضيفو هنا مربعات ديال الفرماج شرائح ديال الساندويش ولو نضيفو هادا اللي محكوك حسب المتوفر وحسب الرغبة دائما كنضيفو شوية ديال الجبن ونقفل على الخفيزات جيدا باش ما ترتقو لكمش في الفرن ما تعمروهمش بزاف وقفلهم جيدا هادو هما جوج ديال نسائح وغالبيا ما كيترتقوش في الفرن كيبقو جامعين راسهم هما كيتحلوش هما كيطيبو غادي نزيد نتشارك معاكم حبة واحدة كما كتشوفو غادي نبسط جيدا في الجوانب والواسط ما كنبسطوش باش نخليو فيها العجينة نرققو غير الجوانب فقط الواسط خليوها فيه العجين بزات يعني خليو العجينة ساميكة في الواسط والجوانب رققوهم نضيفو الحشوة نسموها بعد الفليفلة والتماطم ونزيدو السلصة والجبن ونقفلو جيدا غادي نوضحهم في ورق الطهي ونتظر عليهم يختمروا غادي نستمر بنفس الطريقة فيهم في الحبة كلهم قفلو جيدا وهنا هدا ورق الطهي اللي هتبقى عندي مشيت نجي بورق الطهي لقيت وانتهى ومردتش البال وستعملت هذا مستعمل بكل تأكيد ممكن تستعملوا ورق الطهي مرتين ما كيجرى معكم يعني إلا استعملته مرة الأولى احتفضوا به وطيبوا فيه المرة الثانية احتفضوا به وصبتوا ده بنفعني ممكن إلا ما عندكمش ورق الطهي دهنو الصينية بالزيت قليل من الزيت ووضعوا الحبة دي لكم من بعد ما اختمروا دهنتهم بصفر البيض وقطرات من الحليب رشوا سمسم حسب الرغبة وفرن مسخن على 180 درجة كندخلوهم يطيبوا على خطرهم وهذه تقديم النهائي والنتيجة النهائية في الفرن ما شاء الله كيجيوا غزالين للأمانة وحدة حلت في الفرن واخرين بقوا كما هما وماشي مشكلة خرج منها غيش في دي الكفتة بكل تأكيد كتبقى كما هي لديدة بالزفزاف ومنعود لكمش لا لديهم قد ما بقوا كيرتاح ويبردوا شوية كيجيوا رائعين قطنين العجينة منعود لكمش على خفة فيها بأما أنها دلكنها بالزبدة جد ولا أشهر إلى هنا نقلكم فيديو صنهاية ديالو نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وكل عام أنتم بخير الله يفرج على أمة سيدنا محمد إلى اللقاء مع السلامة